ومن مشارف الضاحية الجنوبية في بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث ريندواهي وأيضا من صيدة ينضم إلينا صيدة جنوب لبنان ننضم إلينا الصحفي محمد البابا صباح الخير الزملاء الكرام رينا أبدأ معك كيف هو الوضع بعد غارة عنيفة ليلة الأمس على الضاحية الجنوبية نعم صباح النور دعيني أبدأ من الغارة التي طالت قبل قليل استهدفت سيارة على طريق عرية الكحالة في قداء علي باتجاه بيروت هذه الطريق الدولية التي تكررت عليها عمليات الاستهداف كان هناك مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بأكثر من صاروخ بطبيعة الحال أحد السيارات الأخرى كانت تضررت ولكن صاروخ عاجل السيارة المستهدفة وأدى إلى احتراقها بالكامل طبعا الجيش اللبناني حضر إلى المكان وفرض طوقا أمنيا وقطع السير باتجاه بيروت أيضا وكذلك فرق الدفاع المدني هي ليست المرة الأورى التي تستهدف فيها سيارات على هذه الطريق الدولية ما دفع أساسا بلدية عرية الكحالة إلى بيان مندد صدر في الأيام الماضية والأسابيع الماضية استنكارا لاستخدام الطرقات الدولية لنقل مسلحين أو أسلحة وبالتالي تعريض الناس إلى الخطر هذا فيما يخص الغارة الإسرائيلية على السيارة في عرية قبل قليل أما هنا على مشارف الضاحية الجنوبية حيث أقف فيستمر الهدوء الحذر يعني كانت آخر الغارات التي طالت الضاحية الجنوبية ومحيطها سجلت فجر هذا اليوم أربع غارات نتحدث عنها إحداها وصلت بعضها إلى محيط مطار رفيق الحريري الدولي الذي أدى إلى تكسر بعض الزجاج وشضايا في المدرج دون أن يعيق ذلك لا حركة الطيران ولا يؤثر على جدولة الرحلات ذهابا وإيابا من مطار رفيق الحريري الدولي طبعا هذه الغارات كان سبقها تحذير إسرائيلي باستهداف برج البراجين والأزاعي وحارة حريك والحدث أيضا أما ليل أمس فكان أيضا على موعد مع الغارات بعد هدنة عابرة لأيام قليلة وذلك خلافا للأيام والسبيع الماضية حيث كانت التحذيرات تطلق مساء غارات الأمس على الضاحية الجنوبية جاءت في وقت بعد الظهر وتزامنت أيضا مع كلمة كان يلقيها الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ويؤكد فيها على أن الميدان هو الفاصل في هذا الأمر هنا كان هناك تحذيرات ميناء المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لحارة حريك والليلكي بعدها كان هناك منغارات على هذه المناطق التي تشددت فيها الاستهدافات بطبيعة الحال كون هذه المناطق تتعرض دائما المخالفة كان أن هناك حالة من النزوح سجلت في وقتها خاصة وأن الهدنة التي عاشتها الضاحية دفعت بيئة الكثيرين للتوجه إليها في محاولة لتفقد ممتلكاتهم لإخراج ما يمكن إخراجهم من بيوتهم وبالتالي حالة من الهلع طالت الأهالي بعد ظهر أمس في محاولتهم سريعا الخروج من الضاحية خاصة أيضا أن توقيت هذه الغارات جاء في بعض الظهر في الوقت التي تنتهي فيها دوامات العمل وبالتالي كانت هناك زحمة سير خانقة في الطرقات غرات عنيفة إذن شهدتها الضاحية الجنوبية ليلة أمس وأيضا وصولا إلى محيط المطار مع فجر اليوم